سلام عليكم واحد ينقال له عبدالله وواحد ينقال له خالد عبدالله متزوج وعنده ولد وبنت البنت اسمها صيتة والولد اسمه فيصل اما بالنسبة الخالد عنده ولد وحيد والولد هذا اسمه عبدالله على اسم اخوه وهالاخوان عايشين في هالبادية وعندهم شوية حلال يترزقون الله مع ابناء قبيلتهم وعشرتهم يتنقلون من مكان الى مكان تروح الايام وتجي الايام وفي يوم من الايام يتمارض عليهم خالد ويقعد له اسبوع اسبوعين بالفراش حمى وحرارة مرتفعة وتعرفون فيها ذاك الوقت الاطباء قلال مستشفيات ما فيه وفيها ذاك الوقت ممكن يموت الواحد بسبب ارتفاع الحرارة وما في لا مضادات حيوية ولا خافضات حرارة مجرد كم مادات يستعملونها لتنزيل درجة الحرارة المهم خالد بعد اسبوع اسبوعين ويخطر عليهم بليلة من الليالي امسى طيب واصبح ميت رحمة الله عليه حزن عبد الله على اخوه خالد حزن عظيم لانه الاخ هو السند فيها الدنيا لكن اش طالع بليد وهذاك اليوم لما توفي خالد كان عزاء اخوه عبد الله انه خالد خلف ولد وعلى قولة المثل اللي خلف ما مات وبعد فترة منزم ان شهر وشهرين ثلاث من وفات اخوه خالد اهل زوجة خالد قالوا يا عمي البنت هذه لساعة ببداية العشرينيات والحياة قدامها واذا ودكم ولدكم خلوه عندكم واذا يعني تعطونه لهالبنت تربيه فترة من الزمن وبعدين تاخذونه ما عندنا مشكلة ابدا وحاولت زوجة المرحوم خالد هذاك اليوم انها يعني ضل قاعدة على ولدها وعندهم حلالهم وبكنف عمه لكن اهلها كانوا مصممين انهم ياخذونها معاهم وعبد الله بنفس الوقت ما ودوا ولد اخوه يربع بعيد عنه لذلك قاموا جماعة خذوا زوجة خالد معاهم وظل الولد عند عمه وهذا الولد اللي اسمه عبد الله لما توفي ابوه كان عمره تقريبا بين العشرة والهدعشر سنة وبدأ العم عبد الله يربي ولد اخوها عبد الله اللي هو سميه على نفس الاسم ويعتني فيه ويداريه مثل رمش العين لانه يشوف فيه اخوها الله يرحمه وتروح الايام وتجي الايام وعلى علمكم الضغير ما يظل صغير وبعد فترة بعد عدة سنوات عبد الله كبر وصار شاب من احسن شباب القبيلة واصبح من امهر الفرسان فيها القبيلة وشاب كل فتاة فيها القبيلة تتمنى انه يكون عبد الله حليل وزوج لها لكن عبد الله ما كان حاطئنه على ولا فتاة من فتيات القبيلة وانما كان يحب بنت عمه صيته اللي اصغر منه ثلاث اربع سنوات وبناتهم علاقة حب عذري وما بناتهم لقاءات ولا من يحزنون لانه هذا عبد الله ربيان معه بنت عمه بنفس بيته شعر ويغار عليها من نسمة الهواء لكن المشكلة اللي كانت بين عبد الله وبين فيصل ولد عمه عبد الله هذا عبد الله الله يسلمكم مثل ما قلنا شاب من امهر الفرسان فيه القبيلة واخلاق عالية وطالع على ابوها الله يرحمه وعمه هذا عبد الله تعب عليه لحد ما علمه في المجالس ووين ما يروح ياخذوا معاه بالاضافة الى ولده فيصل اللي تقريبا بالعمر من جيل هذا عبد الله لكن فيه فرق شاسع بين عبد الله وبين فيصل وفيصل يغار من ولد عمه هذا عبد الله الى درجة كبيرة جدا ولا يتصوره ويحاول يختلق المشاكل من لا شيء وابو فيصل يمسك ولده وعيب عليك وهذا ولد عمك بدل ما ترفع راسك فيه بين ابنائه القبيلة تسوي له مشاكل وطبعا العم عبد الله يعرف شنه مربي يعرف ولده ويعرف ولد أخوه ويعرف انه ولد أخوه متفوق جدا على ابنه فيصل ويا ولدي وما يصير وهذا ولد عمك من الحمك ودمك وهذا مسند ظهرك ولا تسوي له مشاكل لكن فيصل كان يحط الكلام هذا كله ورا ظهروه وكل يوم والثاني ولا أمسوي مشكلة لولد عمه عبد الله المهمة تروح لليام وتجي لليام ويصير عبد الله هذاك اليوم في بداية العشرينيات 22-23 سنة ويمسكوا عمه هذاك اليوم قال يا ولدي انت الآن صرت فيه سن زواج وودي أفرح فيك على حياة عيني قبل الله الله سبحانه وتعالى ياخذ الأمانة وودي أزوجك هالبنت لعله وعاسى هذا ولد عمك كفيصل يستحي على دمه بما أنه راح يصير فيه مصاهرة بالإضافة إلى صلة القرابة أو صلة الدم اللي بينك وبينه وتصير زوج أخته بلكي أنه يحط عقله برأسه ويبطل يسوي لك مشاكل قال يا عم انت تفصل وأنا ألبس وبالنسبة الولد عم يفيصل هذا والله ما أعتبره وقل له أخلي اربيت أنا وياه على صحن واحد ونمنا أنا وياه بفراش واحد ونلعب سوى لكن الله يهداه يا ما حاولت أني أتجنب المشاكل اللي يسوي لياها لكن شون ودي أساوي واللي تشوفوا يا عم أنا ما عندي مشكلة أبدا المهم ويقوم أبو فيصل هذاك اليوم يشاور البنت صيته قالوا لها ودي أزوجة الولد أخوي هذا أتعرفينه وربيتي انتي وياه وشاب من أحسن فرصان القبيلة البنت قالت اللي تشوفوا يا يبا أنا ما عندي مشكلة المهم ويقوم يزوجهم أذاك اليوم وساوى فرح وذبح الذبايح وتزوج عبد الله من صيته وبناله خيمة بجانب بيت عمه وعايش حياته هو وزوجته وعايشه هو إياها مثل السمنع العسل البنت تريد وهو رايدها وبعد فترة من الزمن وتحمل صيته من عبد الله وبعد انقضاء فترة الحمل وتجيب ولد العبد الله ويقوم يسميه خالد على اسم أبوها الله يرحمه والجماعة هذاك اليوم مبسوطين بهالمولود الجديد وخصوصا عبد الله الكبير اللي هو عم عبد الله وأنه خلاص تزوج البنت والولد لكن اللي كان منغص حياتهم أولده فيصل فيصل كانوا معتقدين بعد ما عبد الله يتزوج من صيته لعله وعسى أنه يعقل ويحط عقله براسه ويترك ولد عمه بحاله لكن المشاكل صارت أزود من قبل وهذا فيصل صار يقول له أبوه أنت زوجت ولد عمي قبل مني وأنت ما تحبني وأنت تحب ولد عمي يقول له أنت أعقل وحط عقلك براسك وصير مثل ولد عمك وزوجك بدال الوحدة ثنتين لكن أنت منت عقل وصاحب مشاكل وغيرت هذا فيصل زادت من ولد عمه بزيادة بعد ما صار عنده ولد وتروح الأيام وتجي الأيام شهر وشهرين ثلاث أربع شهور ست شهور وبدأت المشاكل تطور زيادة عن اللزوم وفيصل صار يعترض طريق ولد عمه وعبد الله هذا ما هو قليل فارس من أمهر فرسان القبيلة لكن صلت الدم وصلت القرابة وهذا ولد عمه ما وده يبلش فيه ولا وده يبتلي يحاول قدر الإمكان يبعد عن طريقه لكن هذا فيصل ما هو تاركه لا في مجلس ولا إن شافه الحاله ولا بيت أبوه إن كان في مجلس يتمسخر عليه إن كان عند أبوه ينظر له نظرة ما هي مضبوطة يا ولد أعقل يا فيصل أعقل في النهاية عبد الله وصل إلى طريق مسدود ويجي لعند عمه هذاك اليوم قال يا عم هذا ولدك يعني راح يحدني على شي أنا مودية وأنا اليوم يا عمي معدنة صغير عندي زوجة وعندي ولد وينقال لي أبو خالد وهذا ولدك يصغرني بالمجالس ويتمسخر علي قدام هالشباب شباب القبيلة وفرسان القبيلة وأنا صراحة يعني أكثر من هالوضع ما عاد أقدر أسكت أبدا والحل الراي يا ولدي قال والحل الراي أنا ودعا في هالديرة اللي فيها فيصل يا ولدي طولك قصرك قالوا يا عم إذا ظليت في هالديرة ولدك هذا ظل على هالحال يا ذبح يا مذبوح يا أذبح ويا يذبحني وأنا والله كرامت لك يا عمي والله ما غلطت عليه بكلمة وحاولت حاشا لكن الأمور وصلت حدها وين ودك تروح يا ولدي قالوا بلاد الله واسعة ودي أروح أدور لي عرب ثانية ولا أبتلي بولد عمي وصير سالفة على كل لسان يا ولدي يهديك يرضيك يطولك يقصرك قالوا خلاص أنا مصمم وأتمنى أنك تدعي لي بس سلامة والله يوفقني أنا وبنيتك هذه اللي هي زوجتي قالوا يا ولدي ما زالك مصمم والله أنا خايف عليك وخايف على هالولد كمان عبد الله خايف على ولده وعلى ولد أخوه يقع بينهم دم والرجال عرفان أنه ولده هو العائل وهو اللي قاعد يرمي شره على ولد عمه وشاف الولد مصمم قالوا يا ولدي الله يسر لك ودربك خضرة ويقوم الشاب هذاك اليوم يهد بيته الشعر ويحمل على هالذلول الناقة وعنده فرس أصيل لا صارت ولا تصورت ويركب وهو وزوجته وينطحون البر في وسط هالصحراء ما هو عرفان وين وديروح قال لك لكن أبعد أنا شره وأغنيله أحسن ما أبتلي بدم ولد عمي وحزن العم هذاك اليوم على فراغ ولد أخوه وبنته وولده ويمسك ولده هذاك اليوم ويبهدل وبهدل غسل وغسيل يلي ما تستحي يلي ما تخاف من الله اشلك على ولد عمك وحزن هذاك اليوم على الافراغ لكن شنود يساوي قال لك خلي هذا يبعد ولا يذبحون بعضهم ويتابع المسير عبد الله وزوجته وولده وسط هالصحراء مشو لهم نهار والثاني وفيها ذاك الوقت الحنشة الواجد الحنشة اللي هما قطاع الطرق ما تدري منين يطلعوا لك المهم والوقت ما بين الصبح والظهر وعبد الله راكب على هالفرس الأصيل وزوجته راكبة على الناقة والولد بالخرج الخرج اللي حاطينه على الناقة وماشين بأمان الله ما يحسون ويدرون إلا يطلع لهم مجموعة من المشلحين وقطاع الطرق ويسحبون عليه البنادق من بعيد يقف 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 ويقف عبد الله هو وزوجته قالوا انزل عن هالفرس الأصيل وإلا والله ينذبحك يا جماعة أبعدوا عن طريقي اكفوني شركم خلوني أمشي أنا وزوجتي لا تخلونا يصير بيننا مشكل ويصير دم الله يرضى عليكم قالوا ولا ممكن أنك تتحرك إلا تعطينها الفرس اعطينها الفرس وروح بحال سبيلك زوجته صيتي قالت يا عبد الله اعطيهم الفرس وخلينا ننجو برواحنا قال لها ولا ممكن ولا ما يأخذون الفرس هذه إلا على جثتي يا رجل يا ابن الناس هذول كثار من تقدهم قالها ما عليك ومن أمس عبد الله يسحب البندقية وهو قاعد يلقمها على أساس يحطه طلقة ببيت النار لكن واحد من الحنشل كان أسرع من عبد الله وكان ملقم البندقية اللي عنده وطلق ببيت النار والأصبع على زناد ويطلق طلقة طلقتين على عبد الله ويقع الرجال من فوق الفرس ويغيرون على الفرس ويأخذونها في هالوقت الناقة اللي راكبة عليها صيتة اجفلت من صوت اطلاق النار خافت وهربت أثناء جفلانها وهروبها وتقع من فوق منها صيتة تكسر تتكسر لكن شافت زوجها بدأ ينزف منها الدم وسط هالصحراء وهذول سرقوا والفرس وتركوها لا حولها ولا حواليها وسط هالصحراء والناقة هجت اهربت والولد بالخرج المهم صيتة بالشتب عبد الله وتحاول قدر الامكان انها شلحته لشماخ اللي لابسه حاولت انها اضمد الجراح لكن الطلقات هذان اثنين اللي صابا عبد الله صاب انه فيه مقتل لكن ما توفي مباشرة والرجال بدأ ينازع وتقوله وكل الله وطول بالك واللي لو عمر ما تكتلو شدة والله ينجيك لكن البنت ما حولها ولا حواليها لا وحش يسير ولا طير يطير والمشكلة الان وقعت بين نارين وين هالناقة اللي هربت وفيها الولد خالد وين هزوجها عبد الله هذا اللي قاعد ينازعه بين الموت والحياة قالت لك الناقة اقصة ثارها والحقها وبس الله يفك لي هذا الرجال صارت الدنيا تالى النهار العصر المغرب عبد الله بدأ في الرمق الاخير صارت الدنيا نصرية للرجال توفى وسلم من روح الباريها وانتقل الى رحمة الله عز وجل وهذه تبشي وسطها الصحراء وتلطم وترمي على حالها منها الرمال زوجها الان انقتل وولدها ما تدري باي ديرة وباي بلاد صار وما تدري هل تحصل الناقة ولا ما تحصلها المهم طلع الضو ومعه شقة الضو وتلحق اثر الناقة ومن مكان الى مكان ومن وادي الى وادي ومن جبل الى جبل ويختفي اثر الناقة وقعدت هالمسكينة وسط الصحراء ما هي عرفانا شنودها تساوي لا زوج لا ولد وتقول الله يصل حكويها داك يا خوي فيصل على ما سويت وعلى ما وصلتنا الى ما وصلنا اليه المهمه هي قاعدة تندب حظها ولا خيالة ميقبلين من بعيد وقامت وقفت وصارت تشوشح لهم وتصيح لهم من بعيد الخيالة لما جو عليها ولا هالمرة هذه في حالة يرثى لها خير يا بنت الاجواد شنو اللي جابش على هالديرة المقطوعة قالت لهم السالفة كذا وكذا وكذا الرجال ميت والناقة هجت قال والناقة ممكن انها ترجع على الديرة اللي جت منها لكن الان احنا طريقنا على الديرة اللي انت تقولين منها وخلينا ناخذش معانا ونوصلش على هالش لكن قبل لا نروح خلينا ندفن الرجال ونقويه ترابو ونتيسر على الديرة والمرأة لا حول ولا قوة لها الا بالله العلي العظيم ويروحون هالرجال يدفنون الرجال فعلا مقتول ادفنوه وحطوله شاهدة ويشيلون صيته معاهم ويوصلونها هذاك اليوم على العرب وابو فيصل هذاك اليوم قاعد ببيت هالشعر وما يشوف اللي هالخيالة جايين وولا معاهم بنته خير يا بنتي شنو السالفة قالت يا ييب السالفة كذا وكذا الولد راح والغالي عبد الله راح الله يرحمه وهذا كله بسباب فيصل الله لا يوفقك يا فيصل ويقوم الرجال يطرد ولده من البيت قال له لا عيني تشوفك ولا اذني تسمعك يلا لاشوف وانا ما لي علاقة وهذا قدره المكتوب وقال له انت السبب الموت واحد وانت عدت الاسباب لو ماهو انت مناغر ولد عمك واقف له وناشبله مثل الشوكة بحلقه ما ترك الديره وصار اللي صار سبعك من بين الرجال ويهرب فيصل من وجهه بوه خوفا من انه يذبحه لانه عبد الله غالي على عمه الى درجة انه اغلم نولده لانه شاب اخلاق ومحترم وزوج بنته وما شاف منه الزايحة وفي النهاية كان هذا سبب في انه يطلع من القبيلة يوم يومين ثلاث اسبوع زمان ويروح فيصل على شيخ القبيل السلام عليكم وعليكم السلام قال يا شيخ السالفة كذا وكذا وابوي ماهم خليني ارجع على البيت ويروحون هذاك اليوم على ابو فيصل قالوا يا ابو فيصل الرجال قدر ومكتوب ومكتوب له انه يموت وهذا ولدك الله يهديه لكن في النهاية راح يظل هايم بهالصحراء وتخاف يصير عليه شي وبدال ما تكون بواحد تصير باثنين وان الله هذاك خلو يرجع على البيت ولعله وعسى انه هذا يكون درس له وبناء على جاهة الشيخ ووجهاء هالقبيلة قالهم خلاص خلو يرجع لكن لا يسوي لي مشاكل ابدا ويمسكون فيصل هذاك اليوم قالوا ابوك بتالي عمره ودير بالك تزعله والان ولد عمك راح واعقل وحط عقلك برأسك ويرجع فيصل على ابوها ذاك اليوم يعذر منه وقال يبا انا والله ماهو قصدي وماعرف هذا الوده يصير وخصوصا لما شاف حالة اخته صيته حالها بالويل فاقد زوجها وولدها وهو السبب لكن صار اللي صار نرجع الان على الناقة اللي كان على ظهرها الولد خالد اللي كان عمره تقريبا سبع الى ثمان شهور الناقة هامت على وجهها وسط الصحراء وخافت من صوت اطلاق النار وظلت تمشي وسط هالصحراء يومين بلياليهن وفي صباح اليوم الثالث ويشوف هالناقة مجموعة من الخيالة من احد ابناء القبائل شافوا هالناقة وسط هالصحراء وعليها حمل لما جوا على الناقة وقدروا يمسكونها ويسمعون صوت عيل صغير طفل صغير قاعد يبكي وينوخون هالناقة بالارض ومد ويدهم على الخرج ولا الولد هذا رضيع وبالرمق الاخير ويقومون ينقطون بحلقه شوية مي وراح يموت الولد من الجوع والعطش المهم بعد ما نقطو له شوية مي والظاهر عندهم تمر اخلطوهم عمي المهم انقضوا الولد في اللحظات الاخيرة ويجرون هالناقة معهم ويروحون على ديرتهم لما وصلوا بالديرة اللي تبعد ان المكان اللي اثروا فيها على الناقة تبعد لها يوم ولا يومين واول ما جاءوا يجون على بيت الشيخ سلام عليكم وعليكم السلام قالوا والله يا شيخ السالفة كذا وكذا وكذا اثرنا على هالناقة وبالخرج لقينا ولد قاعد في مجلس الشيخ رجل من رجال القبيلة ينقال له محمد محمد هذا رجل فيه ثلاثينيات من عمره متزوج من حوالي سبع الى ثمان سنوات والله سبحانه وتعالى ما رزقه فيه الذرية ومتمني الولد بين اليوم والثاني وقال يا شيخ هالولد هذا انا اخذ واربيه ومثل ما تعرفون بما الله سبحانه وتعالى ما رزقني بالذرية فراح اربي هالولد هذا واعتني فيه انا وزوجتي قالوا عال ريحتنا من مشكلة الان وقالوا خذ الناقة هذه معاه يا محمد ويقوم الرجال هذاك اليوم ياخذ هالولد وياخذوا على زوجته وهذه الزوجة لما شافت هالولد طار عقلها من الفرح لكن ما يعرفان هالولد لمن من وين جايبوا شنو هذا اللي جايبوا يا محمد قال لها هذا الولد سالفته كذا وكذا ورجال من هالقبيل اعثروا عليه ولا وصار انه ناقة معاه وهذا الولد اعتبريه من اليوم فصاعدا ولدتش ويقومون يطلقون عليه اسم فارس بما انهم ما يعرفون اسمه قالوا خلاص هذا اسمه فارس وصار الرجال هذا ابو محمد ينقاله ابو فارس وبدت الزوجة هذه تعتني بهالولد وكأنها هي اللي حملان فيه وهي لمولدته وغير حياتهم مئة وثمانين درجة ومحمد اول ما جاب لهالولد كان لابس ثوب وبحلقه قلادة قاموا شالوا والقلادة هذه والثوب وحطوهن على جنب خبوهن للأيام والناقة حطها الرجال مع هالنوق اللي عنده وبدوا يربون هالولد ويعتنون فيه وتروح الأيام والأشهر والسنين بالنسبة لأهل صيتة بدوا يسألون عن الناقة يا من شاف ناقة يا من شاف ناقة مواصفاتها كذا وكذا دوروا ما خلوا مكان لكن ما عثروا على أي أثر وفي النهاية فقدوا والأمل قالوا لك يمكن شلتها سباع شلتها ضباع يمكن الولد مات الولد صغير رضيع وهذه المسكينة صيتة أصبحت مثل المجنونة اتقطع بثيابها مرات صاحية مرات ماهي بعقلها صواب كبير نزل على رأسها المهم اتروح الأيام وتمر الأشهر والسنين خالد اللي صار اسمه فارس كبر وصار كذلك من أمهر وأحسن شباب القبيلة وهذا الرجل اللي ربه خالد عنده ثلاث أربع أخوان وكل واحد منها الأخوان عنده عيال وبنات وهذا شاب لما صار في بداية العشرينيات وأصبح في سن الزواج كان حاط عينه على وحدة من بنات عمه اللي هو يعرف أنه أخوان محمد عمامه وما يدري بالسالفة اللي حاصل معاه وأنهم لقوها على ظهر ظلول أو على ظهر الناقة وهذا الشاب يحب البنت ومخطط أنه يخطبها بيوم من الأيام وتصبح زوجله وعلى أساس أنها بنت عمه والفتاة من أجمل الفتيات المهم ويجي صول في أمه وأبوه قال والله أنا نويت تزوج قال والساعة المباركة مني سعيدة العظ قال بنت عمي فلان قال والله ما عنه مشكلة ويروحون يتقدمون لخطبة الفتاة سلام عليكم وعليكم السلام طالبين البنت على سنة الله ورسوله الولدنا فارس قال وحياكم الله وينتشر الخبر في اليوم الثاني أنه فارس خاطب فلانه ويفزع واحد من أبناء عم البنت الحقيقيين ويمسك خالد هذاك اليوم قال يا ولد أنت تراك تخطيت الخطوط الحمر وصرت تدور شغلات ما هي لازمة لك خير يا ولد عمي شنو سالفة قال له سالفة أنه أنا ماني ولد عمك وأنت تجرأت وخطبت البنت اللي ودي إياها وهذه بنت عمي قال له مثل ما هي بنت عمك بنت عمي قال له لا يا حبيبي أنت لانك ولد عمي ولاني ولد عمك تراك زودتها يا فارس وبعدين أنت لقيناك على ظهر ناقة وأبوك هذول هما اللي ربوك يا ولد شنو تقول احترم نفسك قال له مثل ما أقول لك روح اسأل أمك وأبوك وهم يعلمونك ولا تقرب حوالي البنت هذه وإلا أخليك سالفة على كل لسان فارس لما سمعها سوالف ما هم صدق يا ولد عمي يا فلان قال له لاني ولد عمك ولا تعرفني ولا عرفك يلا نشوف روح أمك وأبوك هما يعلمونك بالعلم ويجي فارس هذاك اليوم على أمه وأبوه ووجهه ما هو زين خير يا فارس من مكدر خاطرك من مزعلك قالوا لهم الآن ويدكم تعلموني بالسالفة بشينها السالفة قالهم يا عمي احنا أمس خطبنا بنت عمي فلان قالوا طيب والجماعة وافقوا قال جاني فلان يقول انت منت ولد عمنا وجيتنا على ظهر ناقة انت وش تقولون بهالكلام قالوا يا ولدي اتركك من هالسوالف وهذا غيران منك وعلى أساس انه انت رح تاخذ بنت عمه وتفوز فيها واتركك من هالسوالف ولا تصدق قالوا لهم مستحيل لو ما هذا الشاب يعرف فيه سالفة وانت ومخبينها علي طولها سنين ما تجرأ وسولف معاي لانه يعرفني انا من أمهر واحسن فرسان القبيلة لكن السالفة فيها انه بدأ ابو فارس وام فارس يتهربونه من الإجابة يا يبا يا يم ترى والله اذا ما تعلموني والله ما تشوفون وجهي الى أبد الآبدين الجماعة شافوا فارس مصمم على انه يعرف الحقيقة ويقوم ينادي على انفارس قالها يا انفارس جيب الثوب والقلادة ايش ويبال انفارس جايبها اصرار وفيه ثوب وليد صغير وقلادة قديمة قالوا يولدي السالفة ووما فيها بيوم من الايام جماعة من ربعنا كانوا ماشيين فيه طريق واعثروا على ناقة وعلى ظهر هالناقة كان فيه خرج وانت كنت داخل الخرج واحنا الله سبحانه وتعالى ما رزقنا بذرية ولما جابوك على القبيلة خذيناك وربيناك لحد ما أصرت وتصورت وهذا الثوب اللي كنت لابسه يوم تلي جيت علينا وهذه الإقلادة اللي كنت لابسها برقبتك هذاك اليوم فارس انصدم صدمت حياته عايش ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين سنة على أساس أنه هو هذول أمه وأبوه هذول ولاد عمه وهذه بنت عمه ويقولهم الديرة هذه ما لي فيها قعد يا فارس يا أبني طولك قصرك قال لهم ودي روح أدور على أهلي الحقيقيين يولدي اتركك من هالسالفة يمكن أهلك ببلاد ما تلقاهم قال لهم ولا ممكن والرجال لما شاف فارس مصمم على الرحيل والبحث عن أهل الحقيقيين قالوا يولدي فيه إشارة وعلامة ممكن تفيدك بيوم من الأيام الناقة اللي جيت عليها في عليها وسم ومعروف أهل البادية واللي عندهم حلال وإبل يوسمون النوق والحلال كل قبيلة وعشيرة لها وسم وقال يولدي الناقة اللي جيت عليها كان عليها وسم لكن الناقة ماتت لكن أنا حافظ الوسم ويقوم يرسم للوسم على التراب قال احفظ الوسم لأنه راح يساعدك فيه العثور على أهلك الحقيقيين وإلى يسر لك يولدي ودربك خضرة ويركب فرس وهذاك اليوم فارس ويبدأ رحلة البحث عن أهل الحقيقيين ويبدأ فيها الصحراء من عرض العرض شهر شهرين ثلاث سنة زمان وهو على وجوه العربان لكن ما قدر يحصل أي أثر هالعربان اللي يجي عليها القبائل وسوم النوق اللي عندها غير الوسم اللي يحافظه واللي قالوا عليها ابوها ابو فارس وعلى قد ما فتل فيها الصحراء ومن عرب العرب في النهاية مل وتعب وفي يوم ومن الأيام يجي على عين من عيون المي على غدير ودي يورد هالفرس ويشرب مي ويرتاح له ساعة زمان ويتابع المسير ولا هذي البنت اللي على غدير المي بنت تاخذ العقل سلام عليكم وعليكم السلام قوت يا بنت الأجواد البنت خذت عقله من النظرة الأولى وحصل بينه وبينها نظرات إعجاب البنت أعجبت بشخصية فارس لأنه فارس الجدايل والعيون السود أو شاب من أجمل الشباب قالها عرب منه هذي قالت والله هذي عرب الشيخ فلان القبيلة الفلانية قالوا نعم البنت شافت الفارس غريب ديار وأول مرة تشوف فيها الديرة قالت جاي حياك الله يا الأخو على بيت أبوي أبوي رجال كبير وهذاك بيتنا تفضل حياك الله وتاخذ معاها على بيت أبوها الرجل وين قالوا أبو نور والبنت هذه اسمها نور سلام عليكم وعليكم السلام قالت يا ضيف والضيف ضيف الله الرجال لقيته على العين والرجال غريب ديار قال حيا الله ضيف ويقوم الرجال هذا يذبح الذبيح ويكرم فارس لكن هذا الولد فارس البنت نور اختفت قلبه ومشاعره وصار كل عقل وتفكيره عندها وقال لك يا ولد البنت هذه فرصة ما تعوض وبما اني دورت وفتلت وما خليت مكان ولا عثرت على اهلي خليني اجرب حظي وخطب هالبنت من ابوها وادق الحديد هو حامي قال يا عم انا طالب بنتك على سنة الله ورسوله اذا ما لها ولد عم ولا همر طب حدا او القبيلة الفلانية اللي هي قبيلة محمد ابو فارس اللي رباه قال حياك الله ونعم جمع معروفين وتناسبوا حياك الله يا ولدي لكن بالاول انشاول البنت وصراحة يا ولدي انا بحاجة لمن يوقف بجانبي وبجانب هالبنت عندي حلال وخير من الله وشوفت عينك انا ابتالي عمري واريد امن على هالبنت قبل لا اموت وجيت والله جابك ويقوم الرجال يعقد للبنت على فارس ويتزوج فارس من نورة وسكن معاهم وببيت هالشعر والامور مشت عال العال تروح الايام وتجي الايام شهر شهرين زمان ولا نورة حامل هذاك اليوم وبعد مد من الزمن وتجيب هذاك اليوم ولد وكان ابو نورة سعيد جدا انه شاف خلفة بنته قبل الله سبحانه وتعالى ياخذ الامانة شهرين ويستمرض عليهم هذاك اليوم ابو نورة والرجال متقدم في السن وينتبه فارس عليها هذاك اليوم انه الرجل يتضرع الى الله سبحانه وتعالى انه يتوب عليه ويغفر له منها الذنب الكبير اللي مرتكبه وفارس يحس على هالشاي بها الليل يبكي ويدعي يلا سبحانه وتعالى انه يتوب عليه وفارس صار عنده فضول وديعرف انه هالرجل شنو مسوي مسك نورة وقالها يا نورة ابوك شنو مسوي بدنياته يبكي بالليل وبالنهار وحاس انه اجل وقرب شنو مسوي ابوك قالت والله ما ادري ويقوم يجي فارس على عمه ابو نورة قال يا عم انا صراحة ملاحظ عليك اتلح بالدعاء زيادة عن اللزوم انت شنو مسوي بدنياتك شنو سالفتك شنو هالذنب اللي مسوي انت قال يا ولدي خلها بالقلب تجرح ولا تطلع برا وتفضح وفارس زاد الفضول عنده قالوا يا عم ارجوك انك تعلمني شنو مسوي يمكن اقدر اساعدك يمكن اقدر اتصدق عنك يمكن ما تدري قالوا يا ولدي سالفتي صار لها اكثر من عشرين سنة والسالفة وما فيها بيوم من الايام طالع رجال على فرس ومعاه امرأة على ذلول وحبينا الفرس اللي عنده عنده فرس اصيلة لا صارت ولا تصورت وحاولنا نشلح الفرس لكن ابا انه يعطينا هالفرس ونقوم نطلق عليها النار وانا اللي اطلقت عليها النار ووقع الرجال عند ظهر الفرس والذلول هجت وهربت والمرأة بلشت بالرجال وصراحة الطلقات اعتقد انها كانت قاتلة لانه هذا شايب الظاهر سقماني يعني طلقت ما تخيب المهم قال يوليدي هذاك اليوم اعتقد انه الرجال انقتل وحتى الناقة اللي كانت راكبة عليها المرأة ووقعت عن ظهرها وبلشت بالرجال والناقة هربت واحنا ما ودنا لا ناقة ولا ودنا مرأة ودنا هالفرس اللي راكبها الرجال والكلام هذا يوليدي قبل حوالي ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة من هنوجاي قال يا عمو ادسألك الجماعة هذول اللي منهم الرجال انت تعرفوا شي من اي قبيلة من اي جماعة الناقة اللي كان راكبها عليها وسم قال ايه بالله الناقة عليها الوسم الفلاني والرجال من العرب الفلانيين وانعرف العرب هذي وبيننا وبينهم نسابة لكن انا سكتت انا وخوياني على هالموضوع وما عاد جبني سيرة ابدا ويرجع فارس يأكد على الشايب ابو نورا قال يا ابو نورا عيد لي السالف مرة ثانية قال لك يمكن الرجال مخورف يمكن مضيع يمكن ماه مذكر ويرجع يعيد له القصة من اولها الاخرها قال لك وحق الله هذا هو قاتل ابوي وهو كان السبب فيما وصلت اليه لكن الان هذا الشاب شي يسوي الرجال ما تزوج بنته نورا او عنده ولد منها والرجال على فراش الموت مصابح مماسي يمكن يصبح ما يمسي وقال لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويسرها بنفسه وما جاب له يسيره في صباح اليوم الثاني ولا ابو نورا لوح من الخشب الرجال توفي الله يرحمه بعد ما جفنوه اووه ترابه وبعد انقضاء فترة الحزن ويركم فارس هذاك اليوم الفرس وقال لزوجته انا ودي غيبلي مد من الزمن وين يا فارس قال له ودي اروح ادور على اهلي انا سالفتي كذا وكذا وكذا وابوك الله يرحمه الظاهر هو اللي قتل ابوي الله يرحمه يا فارس شنو تقول قال له والله هذا الكلام اللي صار بيني وبين ابوك قبل لا يتوفى ودي اروح ادور اهلي ولا لقيتهم ارجع عليك ونشوف شنو الله سبحانه وتعالى كاتب لنا المهمه يركب ويروح على الديرة اللي ذكرها الشايبة بنورة ومن مكان المكان ويسأل الحد ما وصل على هالعرب ويجي على بيت الشيخ سلام عليكم وعليكم السلام حي الله بالضيف قال يا جماعة هذي عرب منه قالوا هاي القبيلة الفلانية وعرب الشيخ فلان قالوا نعم قاعد الرجال في مجلس الشيخ وقاعد يصبوله فنجانق هو وينتبه قدام هالبيت هناك على مسافة 400-500 متر ولا هالمرة الخمسينية ماشية وتسولف حالها والمرأ مبين عنها وضعها ماهو طبيعي قال يا جماعة هالمرة هذي شنه سالفتها أشوفها تسولف حالها قالوا هذي المرة سالفتها سالفة شنه علمها قالوا يا أخوك هذي سالفتها طويلة بعد ما نقوم بلواجب نسولفك على سالفتها الجماعة قاموا بواجب فارس وبعد ما خذ روح وارتاح قال يا جماعة صار عندي فضولة عارف سالفتها المرة هذي قالوا يا أخي وهذي سالفتها كذا وكذا وكذا بيوم من الأيام هج زوجها من هالديرة وفقدت ولدها وزوجها بنفس اليوم ومن هذاك اليوم قبل حوالي خمسة وعشرين سنة تقريبا وهي على هالحال يوم صاحي ويوم مجنونة اليوم وتشقه الثوب وبكرة تخيط الشق اللي شقته وهذا حالها وهذه سالفتها فارس لما سمع السالفة والرواية وشاف حدا النوق وهو جاي على القبيلة ولا ألوسم هذا هو نفسه قال لك هذي أمي ويقوم على طول وقال وده يشوفها المرة مش عندك يا رجل شم عرفك فيها أتركك منها قال لهم ودي أشوفها معلش ويقوم يروح على هالمرة سلام عليكم وعليكم السلام قال لها أنا أولدتش يا أمي قالت من أنت وش جابك أولدي قال لها أنا أولدتش اللي مضيعته من 25 سنة المرأة ما انتبهت على كلامه وحاولت أنها تمشي وتتركه فيه المكان ويقوم يطالع الثوب والقلادة اللي كان مخبيهن الرجال محمد اللي رباه وجايبهن معاه ويشوفهن للمرة هذه قال لها هذا ثوبي وهاي قلادتي المرة لما شافت الثوب والقلادة اللي صار لها 25 سنة مهنة فارقات خيالها المهمة تغير على فارس ولدي خالد حبيب قلبي سبحان من رد لياك بعد 25 سنة وكان اللقاء عاطفي ومبكي وتجتمع هالعرب ويا بنت قولي لأمك خالد رجع لأمه وعرف فارس أنه اسمه الحقيقي خالد والجماعة هذولاك سموه فارس ويجتمعون عند الشيخ هذاك اليوم وكانت فرحة أم خالد هذاك اليوم فرحة كبيرة جدا برجوع ولدها بعد 25 سنة ووينك يا ولدي وين روحت ووين كلها سنين غايب قالها والله يا إما السالفة كذا وكذا وكذا وبيوم من اليوم حاولت خطب واحدة من هالبنات اللي هي على أساس بنت عمي واحد من هالشباب وقف بطريقي وقال لي السالفة كذا وكذا والجماعة اللي ربوني علموني بالسالفة وعطوني واسم الناقة وعطوني الثوب والقلادة أو دورت عليكم في كل دير وفي كل مكان الحد ما جيت لعند قاتل أبوي والآن أنا متزوج بنته وعندي ولد منها والرجال قبل لا يتوفى بيوم علمني بالسالفة وهذا اللي جرى وهذا اللي صار لكن أنا اللي ريد أعرفه ليش أبوي وأنت تركته وديره هذاك اليوم شنو السبب قالت السبب يا ولدي ولد عم أبوك الله يهداه ويرحمه هذا اللي اسمه فيصل واللي بنفس الوقت هو خالك يا ولدي هذا خالك كان يساوي مشاكل الأبوك الله يرحمه وفي نهاية أبوك وفي نهاية أبوك قرر أنه يترك الديره اختصاراً للمشاكله لأجل ما يقع دم بين أبناء العم وهذا اللي جرى وهذا اللي صار قال طيب جدي وينه اللي هو أبوك يما قالت أبوك حي يرزق وأموره الحمد لله عال العال لكن الرجال كبر فيه السن ويا الله يشوفه يسمع ويقوم تاخذوا على البيت قالت يا أبو فيصل هذا خالد رد لنا سالم غانم الرجال كان مبسوط هذاك اليوم ويا الله قدر يشوف صورة خالد ولا خالد ما شاء الله شاب من أحسن الشباب وصار وتصور والله رده سالم وغانم المهم بعد ما قعد خالد الآن اللي أصبح اسمه الحقيقي واللي رجع عليه ينادونه باسم خالد قاعد له كم من يوم على بين ما ارتاح من عناء السفر وقال يا يوم الآن ودي أروح أجيب زوجتي وولدي من الديرة الفلانية والبنت هذه مالها ذنب كل عنز معلقة منك رعوبها والذنب ذنب أبوها والحساب هناك عند الله يوم الحساب قالت جزاك الله خير يا ولدي وهذا جماعة كثر الله خير هم مربينك على الطيب ومربيناك على الأصول دربك خضر يا ولدي ويروح فارس أو خالد يجيب زوجته نورة وولده ويجيب الحلال اللي يتورثوا منها الرجال ويرجع لعندهم أما بالنسبة الفيصل اللي هو السبب هالمشاكل هذه وكلياتها فيصل هذا بيوم من اليام يحصل غزو على القبيلة وحصلت معركة لها أول ما لها آخر ومعروف قبل القبائل تغزو بعضها فهذا فيصل القتل في إحدى الغزوات وكان عازب غير متزوج ومات مقطوع وكانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال مجريات وأحداث هالقصة في النهاية أنتظر تعليقاتكم ولا تنسونا من دعمكم لهذا الفيديو باللايك بارك الله فيكم واللي أول مرة يسمعنا الاشتراك في القناة فضلا ليس أمرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه وحفظه ترجمة نانسي قنقر